السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم حبايبي اعملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعملوا مع بعض طاج اللحمة مميز جدا. طعمه طحفة وجميل جدا تقدار يتقدميه مع رز بالشعرية او رز ابيض بيبقى طحفة جدا جدا. بصوا بقى اللحمة مستوية وطعمها بجد طحفة. وكمان لو عملتها مع رز كده بتبقى حلوة. في ناس تحب تاكلها بعيش تبقى حلوة جدا. هسيب لكم في صندوق الوصف لينك فيديو رز الابو شعرية. علشان اللي حابب يشوفه. تعالوا نشوفه عملنا ازاي التوجن بتاعنا النهاردة. بس في البداية بفكركم بالاشتراك في كناتي كناة غدا زين وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو انا زر. اعمل لايك للفيديو وشير. في البداية انا عندي تسعة نار نزلت فيها بمعلقة من السمنة الفلاحي وحواني معلقة من الزيت. وحبدأ انزل كده بقطع اللحمة بتاعتي. انا حبقى معلقة النهار واول ما حست كده ان السمنة بدأت تسخن قوي. هي والزيت هنزل كده باللحمة. اديها صدمة. ياريت اللحمة تكون ملبسها يعني فيها نسبة من الدهون. ما فيهاش نسبة من الدهون. هتحطي زي ما انا حطيت كده حتة من اللية اللي هي البلدي علشان تشويح اللية او لما بنيجي نعمل لحمة سواء محمرة او لحمة مشوية او اي لحمة بتخش في الفرن لما بتبقى فيها نسبة دهن او فيها حتة كده من اللية بتدي ريحة اه حلوة قوي للحمة. تمام? هبدأ اقلب كده. علشان اللحمة بتاعتي تاخد لون من جميع الاتجاهات. طريقة اه هتلاقوها سهلة وبسيطة ونتجتها ممتازة ومرضية جدا يعني نتيجة طحفة. هنحط نص معلقة من الفلفل الاسود. وهنكمل تشويح زي ما ان شايفين كده. انا عايز اللحمة بتاعتي تاخد لون من جميع الجهات. وتخش في السواء. يعني مسلا تبقى اه نص سواء او تلات تربع سواء. علشان لما دخلها الفرن مع بقية الخضار. اه مش عايزة الخضار بتاعي اه ينهارة قوي وتبقى اللحمة اه لسه اه بتشد او حاجة. هنا بقى عندي اه خلطة الحداشر بهار من كنور دي ممتازة جدا. بجد بتغنيكي عن انك تحط بهارات اه لان فيها كل حاجة. حط منها نص الكمية اللي في الباكو. اه انا هنا عاملة حوالي نص كيلو من اللحمة. لو انتي اه او كيلو لاروبا. لو انتي هتحملي مسلا كيلو كيلو نص هتحط الباكت كله بتاع الخلطة لان هي رحتها كوي جدا. وزودت جميل نص معلقة صغيرة من الزعتر. اختياري عندك عندك مش عنده خلاص. وهخط حوالي اه كوباية اه من المياه المغلية ما تحطيش مياه. تكون برد عشان اللحمة معاكي ما تشدش. معايا هنا ارنين فلفل. بسلطين. تلات طماطماط. اربع فصوص طوم. ارنفلفل الحامي. ارنفلفل الحامي دوت اختياري. عايزة تحطيه لو انت بتحبي الحاجة زبايسي حطيه. اه مش عايزة تحطيه لو بتحبي الحاجة مش حامية عشان نولادك. تمام. هنقطع بقى الكل الخضار اللي معانا كده اه اه شرائح كبيرة. مش هقطع اه ولا بكبة عشان ما يبقاش او قبشر عشان ما يبقاش نعم. او هخرط تخريط اه اه خشن يعني صغير بس خشن لان انا عايزة الخضار ده يكون يعني مش مهري قوي ما يبقى الصوص في الاخر. عايزة يبقى واضح. اعطع برضو الطماطم بنفس الطريقة. في الوقت ده انا مقطيه النار على اللحمة بتاعتي وصيبها تستوى في كوباية الماء اللي انا حطها. ما حطتش الملح من البداية علشان اللحمة عندي ما تشدش. تمام? كل دي ملحوظات خدي بالك منها وانتي بتعملي الطاجن بتاعك او اي لحمة بتعمليها ما ينفعش ان انتي تحطي ملح من البداية علشان ما تغيبش في السماء. تمام? بعد ما خرطت كده الخضار جبت بطاطساية وحابدأ برضو اخرطها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. اه هنا البطاطس مش اه مش مكون اساسي في الوصفة بتاعتي انا ممكن استغنى عنها خالص. اه الاساسي عندي بقيت الخضار التاني. حطيت هنا كمان نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسوي. وكمان نص معلقة صغيرة من الزعتر. الزعتر بين الوصفة في اللي تعم تاني خالص بيبقى طعمها جميل زي تعم الوجبات الجهزة كده. طواجن الجهزة. حنزل بقى بعد ما تشربت اللحمة عندي الكوباية بتاعت المياه حنزل بالخضار بتاعي كله كده. قلتلك البطاطس مش هي المكون الاساسي في الوصفة بتاعتي. ولكن لو انت حابة تحطي بطاطس اكتر من كده. اه تمام حطي. اه هي ما بتغيرش حاجة في الطعم ولكن بتغير في المكونات. يعني اه لو انت عندك ولاد مسلا وحابة ان انت تحطي بطاطس عشان اه تحطي على الرز كده تمام. اه حطيت كمان معلقة كبيرة من معجون صلصة طماطم الجهزة. ولو اه اه ما عندكش اه صلصة طماطم جهزة وعندك اه صلصة عادية فرش طماطم انت ضربها في الخلاط. تمام ما فيش مشكلة بتحطي برضو منها. بعد بقى ما شوحت مش وقت كتير يعني تشوحتين تلاتة كده. بصوا الخضار عندي اهو لسه واضح. انا يدوبك بس احس ان البصل والفلفل بدأوا يدبنوا. تمام? هنزل بقى هنا بالآ كل الحاجات بتاعتي دي في الطاجن زي ما انتم شايفين كده. الطاجن ده انا قبل بقى ما حطي فيه دخلته ولعت الفرن ودخلته فيه يسخن علشان ما يغيبش على بال ما يسخن بالمكونات بتاعتي. تمام? يعني الطاجن هزخنه في الفرن وبعدين هطلعه احطه كده زي ما انتم شايفين. على آآ حاجة كده يعفوطة مثلا اللي هو الحصيرة الخشب دي علشان الطاجن ما يفرقعش منك. وذلك لو بتعملي في طواجن ازاز. علشان من سخن الرخامة السقعة ممكن الطواجن زيد فرقع. تمام? وحنزل كده بكل المقادير بتاعتي. وهدخلها. هحط حوالي آآ كوباية نص كوباية من المياه على حسب مطاجن ياخد معي. شايفين نسبة المياه تبقى كده. شايفين ازاي? اهي. وهدخله بقى الفرن على الشبكة. بس اقرب الشبكة من آآ صاج الفرن اللي تحته خالص. تمام يعني احط اول درجة في الفرن. وهعلي النار على اعلى درجة حرارة. تمام? وهتيبه حوالي آآ تلت ساعة. لغاية ما لقيت حمر كده الوش بتاعه. وبعدين هكون مولع فحمة. هحط عليها كده معلقة من الزيت. وهغط عليها عشان ياخد ريحة الفحم. بسم الله ما شاء الله على طعم الطواجن ده تحفة جدا ومميز جدا. بصوا بقى لو حطينا كده مع رز بشعرية بيبقى جميل جدا. لو انت عندك بقى ضيوف تقدري تعملي الطواجن دوت بس بكمية اكبر من كده. يعني تعملي لك طواجنين تلاتة يكون اكبر. طريقته سهلة. مش بياخد وقت في العميل. وكمان تعمه حلو جدا. يعني تعمه زي الاكل اللي بناكله برا في المطاعم آآ باسعار آآ خيالية. ولكن هو ما ما كلفناش اي حاجة. ولا وقت ولا جهد ولا آآ مبالغ يعني. اتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم. واتمنى منكم الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عالكل عشان يوصلكم كل جديد مني. وعمل لايك للفيديو. يا ريت تشاهروا الفيديو علشان يوصل للاكبر عدد ممكن. شكرا لكم ولما تبعتكم معي. شكرا لكم.